مخاوف من سباق تسليح في دارفور وتأجيج الصراع العرقي وواشنطن تصف الوضع في السودان بغير المقبول الحكومة العراقية تعلن فتح تحقيق بخطف الإسرائيلية الروسية في بغداد وتصف القصة بالمتداخلة القيادة المركزية الأمريكية تعلن مواصلة بحث خياراتها بشأن منشآت إيران النووية نواب وحاكم مصر في لبنان المركزي يهزون العصى المالية وتساؤلات إن كان مقدمة للتمديد لرياض سلامة عودة الهدوء إلى نابلس بعد اقتحام القوات الإسرائيلية البلدة القديمة قتلت غلاله شابين فلسطينيين معركة ماسك ومارك تبدأ باكراً تويتر يهدد بمقاضات ميتا بسبب تطبيق ثريدز أهلاً بكم مشاهدين الكرام إلى برنامج استوديو الحدث لهذا اليوم أنا تهاني الجهاني معكم على مدار ساعتين قبل البدء بموضوعنا الأول نتوقف مع هذا الفيديو لآخر ظهور للباحثة الإسرائيلية من أصل الروسي إليزابيس توسر كوف قبل اختفائها في بغداد وطبعاً لنا عودة لمناقشة هذا الملف في سياق ساعتنا الأولى اشتركوا في القناة جدد القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسيف تمسكهم بموقفهم الداعي لجيش واحد مهني وقومي بعيداً عن السياسة مشدداً على أن ذلك سيتم الوصول إليه عن طريق الحلول السلمية التفاوضية وليس عن طريق الحرب واتهم عمر في تدوينة على فيسبوك أنصار النظام السابق بالتخطيط للحرب وخلق ظروف التي قادت لها والعمل على استمرارها سعياً للعودة للسلطة مضيفاً أنهم يعملون على تصفية القوى الديمقراطية عبر سلاح الأكاذب وشدد عمر على أنهم سيقفون ضد الأجندة الحربية ويتصدون لها حتى يعود صوت العقل والحكمة للسودان وفي تعليقنا على الأحداث في السودان قال منسق شؤون الاتصالات في البيت الأبيض جون كيربي للحدث إن الوضع غير مقبول لكن بلاده ستواصل حتى أطراف الصراع بالالتزام بوقف إطلاق النار الوضع لا يزال يشكل خطراً على شعب السودان وهو أمر غير مقبول سنواصل إشراك الأطراف للوفاء بالالتزامات التي يزعمون بأنهم يريدون القيام بها فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول ولا يزال الدبلوماسيون يعملون بجد مع أننا لم نتخلى عن ذلك قال يوسف عزة المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع في السودان إن إعلان الإدارات الأهلية لسبع قبائل من إقليم دارفور دعمها لقوات الدعم السريع يعد تطوراً خطيراً في الأحداث في البلاد موضحاً أن الدعم السريع رحب بالبيان لكنه لن يدعو القبائل للتدخل في الحرب مستشار حميتي حذر من أن الحرب بدأت تقسم السودان اجتماعياً وتكتل المواطنين على أساس عرقية من جهته دعا مساعد حاكم إقليم دارفور للشؤون الإدارية صابر عليان عبر الحدث دعا القبائل العربية لعدم الاستفاف والوحدة حول وقف الحرب والدعوة للحوار وندعو أخوانهم في الولايات الأخرى فإنه يتحدوا من أجل يقاف هذه الحرب وليس الدعم طرف بالطرف آخر ونحن لا نؤيد طرف على طرفه بل نؤيد الطرفية الصراع إلى المفاوضات وإلى يقاف الحرب وإحلال السلام بهذا البلد لأن هذا البلد لا يستحق غير السلام وغير الأمن ندعو الجميع لوقت هذه الحرب والركون إلى السلام لأن الوضع الإنساني الموجود في قرب دارفور وفي دارفور عموما لا يتحمل هذه الحرب إطلاقا مشاهدين يبدو أن الأوضاع في دارفور ومعظم ولايات السودان تتجه نحو مزيد من التصعيد هذا التوجس نقله تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية بعد دعوة قوات الدعم السريع القبائل العربية للانضمام إلى صفوفها بحسب التقرير فالمخاوف هنا تتزايد من تحرك القبائل العربية ضد الأخرى غير العربية ما سيدفع الجيش السوداني لتسليح القبائل الأخرى المناوئة للدعم السريع التقرير أوضح أن هناك كثيرا من ضباط الجيش ينتمون إلى قبيلة الرزيقات التي ينحدر منها قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان ديقلو إضافة إلى أن المسؤول الثاني في عمليات الجيش في نيالة عاصمة ولاية جنوب دارفور هو جنرال ينتمي إلى قبيلة المسيرة أو المسيرية العربية وكذلك الرجل الثاني في عمليات القوات المسلحة في شرق دارفور أما في جنوب وشرق دارفور حيث تتشكل القبائل العربية أو تشكل هذه القبائل العربية غالبية عناصر قبلية إلى قوات الدعم السريع بحسب ما نقلت فرانس بريس عن شهود عين تقرير سابق أيضا للمنظمة الدولية للصليب الأحمر كشف أن نحو 85 قبيلة عربية وأفريقية تقف بجانب مئات العرقيات تعيش في دارفور فيما تبلغ نسبة الأفارق الذين يعيشون في دارفور نحو 60% بينما العرب يمثلون 40% يشار إلى أن كثيرين من سكان شمال وغرب دارفور اضطروا للنزوح باتجاه الجنوب بسبب الجفاف وانحسار المراعي وهذا أدى إلى احتكاكات بين الرعاة والمزارعين وفيما بعد تطورت الأمور بشمال وغرب دارفور إلى تشكيل مجموعات مسلحة هدفها كان في البداية حماية القبيلة وللتذكير هنا فإن التحيز والانشقاق القبلي يعيد إلى الأذهان كيفية اندلاع الحرب في دارفور عام 2003 وقتها أعلنت حركتها جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة المتكوينتين من عناصر مسلحة التي تنتمي إلى قبائل غير عربية التمر ضد الحكومة في الخرطوم بسبب شكاوى من التهميش وحينها تم تجهير أكثر من مليون ومائتي ألف شخص نزح من بينهم نحو مئة وسبعين ألفا إلى خارج الحدود في التشد معنا من دبي تنضم إلينا هالا غريت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية أهلا بك معنا سيدة هالا بداية يعني واشنطن وصفت الوضع في السودان ما يجري حاليا بأنه وضع غير مقبول ما الذي يمكن أن تتخذه واشنطن لتعديل على الأقل مسار ما يجري الآن في الخرطوم؟ شكرا جزيلا على الاستضافة هاني وكل عام وانتب خير صحيح أنه ما يحدث داخل السودان الآن يعني بخوف والولايات المتحدة تشعر بقلق عميق في كل ما نسمع من الأرض الواقعة داخل السودان نسمع أنه هناك عنف عرقي عنف جنسي يعني لازم بالنسبة للولايات المتحدة يجب أن ينتهي الكتاب فوراً الولايات المتحدة مستعدة تلعب دور كوسيط مع المملكة العربية السعودية كما عملنا قبل ولكن أولاً الطرفين لازم يكونوا مستعدين لإحترام أعلان جدة لوقف إطلاق النار وفي نفس الوقت شفنا أنه مع الأسف خلال الهدنات السابقة هناك انتهاكات كثيرة وسمعنا مباشرة من الرئيس بايدن أنه الولايات المتحدة ستأخذ كل الإجراءات اللازمة فرضنا عقوبات على الجهتين وكذلك يعني نحن نراقب ما يحصل داخل سودان عن كثب وهذا مهم جداً يعني العالم لازم يعرف والجهتين لازم يعرفوا أننا نحن نراقب الوضع عن كثب نعم إن شاءنا فضلي نعم طيب هالا يعني سيدة هالا الآن حسب التقديرات الأمريكية ما الذي كيف تنظر أمريكا أو يعني تضع في حسبانها أو في تقاريرها الأسباب التي جعلت حتى الآن القوات المسلحة السودانية لم تحسم هذا التمرد حتى الآن هل هناك أسباب حقيقية على الأرض مثلاً تراها واشنطن يعني لازم إرادة سياسية من الجنبين ومع الآسف رأينا أنه هناك ليس إرادة سياسية من الجنبين لازم الجهتين يفكروا عن الشعب السوداني عن مستقبل البلد ولكن نرى أنه يعني يفكروا في أسباب أخرى مثل القوة والمنافسة بالنسبة للولايات المتحدة قبل ما هذا السراع بدأ يعني السفارة الأمريكية في السودان والسفير جون جارفري كان يشتغل للنهار لمفاوضات بين الجنبين وكان هناك تقدم كبير بين الجنبين ولوصول إلى حل سياسي ديبلوماسي لهذه الأزمة مع الأسف الجنبين قرروا العنف والكتال وماذا يحدث الآن في السودان نرى أنه هناك فوضى هنا يعني الشعب السوداني يعاني من كل هذا وكما قلنا قد فضل يتهدي طيب هل يعني واشنطن أنتهجت سياسة العقوبات على الطرفين ولكن البعض يرى بأنه هذه السياسة غير مجدية سواء في السودان وكانت هناك تجارب سابقة في دول غير السودان هل هناك إجراءات أخرى يمكن أن تتخذها واشنطن أكثر صرامة على الطرفين في السودان يعني عندنا جهة كثيرة كيف نواجهها أسرع في السودان ولكن بالنسبة للولايات المتحدة الدبلوماسية هو الحال ليس العنف ليس الكتال يعني ليس يؤدي إذا أي شيء إيجابي إذا هناك عنف نحن نشتغل ونعمل مع كل حلفاؤنا والشركاؤنا في المنطقة مع الاتحاد الأفريكي مع أكيد المملكة العربية السعودية مع الاتحاد الأوروبي فرضنا عقوبات على جنبين كما قلنا ونحن ندعم الشعب السوداني الولايات المتحدة أكثر مانح كبلد لمساعدات الإنسانية الآن أعلننا بأكثر من 170 مليون دولار وهذا إضافي المبلغ كله كان يعني 550 مليون دولار لمساعدات الشعب السوداني ولكن هذا ليس المهم المهم أن الشعب السوداني يعاني الآن والجهتين داخل السودان هم لازم يقودوا القرار نعم بالنسبة للولايات المتحدة نحن نضغط بكل جهودنا مع حلفاؤنا وشركاؤنا وفي نهاية المطاف لازم الجهتين يفكروا في الشعب السوداني ويرجعوا إلى طاولة المفاوضات ونحن مستعدين نلعب دور وسيط ونرجع إلى طاولة المفاوضات مع الجنبين إذا هم فعلا مستعدين لمحادثات نعم طيب إن تأخروا في العودة إلى طاولة المفاوضات هل سنشهد هناك عقوبات أمريكية جديدة؟ لا يمكنني أدخل في الفراضيات ولكن بتأكيد إنه كما قلت نحن نراقب الوضع عن كثب وإذا نبحث إذا لازم عقوبات سنرفض عقوبات على الجهتين يعني الهدف إنه يجب أن ينتهي الكتال وإذا العقوبات يساعدوا في هذا يعملوا ضغط مالي على الجهتين ويكونوا معزولين هذا ممكن ولكن لا يمكنني أدخل في أي فراضيات الآن ولكن سمعنا مباشرة من الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة ستأخذ كل الإجراءات المناسبة ليساعد الوضع داخل السودان ولنواقف مع الشعب السوداني نعم سيدة هالة أنت قلت بأن هناك المباحثات مستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية طبعا كوسيط هي والمملكة العربية السعودية مع الأطراف السودانية المساعي أو الهدف هو وقف دائم لإطلاق النار هل هناك معطيات على الأرض توحي بأنه قد يتم اتخاذ هذه الخطوة يعني في قريب عاجل أو في المستقبل القريب أيضا لا يمكنني أدخل الفراضيات في هذا النوع من التفاصيل ولكن يعني أعرف وكما سمعنا من جون كيربي أنه بالنسبة للميسرين الأمريكيين والسعوديين يعني الحوار مستمر الضغط مستمر يعني كل جهودنا نبدل كل جهودنا في هذا لأنه نرى العالم يرى ما يحدث داخل السودان وهذا يقطع القلب يعني كل الأطفال والعائلات حياتهم دمروا ولكن لازم نرى إرادة سياسية بالنسبة للولايات المتحدة لأنه رأينا كل الانتهاكات حدث قبل مع الأسف ولكن سنستمر لأنه بالنسبة للولايات المتحدة الحل ديبلوماسي هو الحل الوحيد وسنستمر لضغط لوصول إلى مفاوضات تانية سيدة هالة البعض يقول بأن الوساطة الأمريكية هي يعني فيها نوع من محاولة تقسيم السودان الاستحواذ على ثروات السودان الجانب الأمريكي كيف ينظر إلى مثل هذه التصريحات التي تأتي من طبقة سياسية كانت ربما مع التوجه الأمريكي في السودان سابقا وانقلبت عليه بعد اندلاع الحرب بين الطرفين لا هذا غير صحيح وهذا أغكب تماما أنه نحن مع الشعب السوداني ومع السودان ونحن ندعم الشعب السوداني وكما قلت قبل أن هذا الصراع بدأ السفير الأمريكي والحكومة أمريكية كانت تدعم حوار لوصول إلى حل بين الجهات المعنية داخل السودان بالنسبة للولايات المتحدة هذا الحل الوحيد ونتمنى وسنأعمل كل في جهودنا لنرجع إلى هذه الطاولة المفاوضات لنشوف حل سياسي ودائم للأزمة داخل السودان نعم كانت هناك مخاوف دوما تحذر منها الولايات المتحدة وهو أن يذهب هذا الصراع إلى صراع عرقي إلى صراع طائفي في السودان وتحديدا قبلي وعرقي واشنطن الآن بعد التصريحات وبعد التطورات التي شهدناها أخيرا في ساحة المعركة في الخرطوم وضواحيها كيف تنظر إلى مستقبل هذه العملية العسكرية هل ستذهب فعلا وتتحقق هذه المخاوف أم ستكون هناك فعلا سيطرة لعدم الإنزلاق في الحرب العرقية في السودان كلنا نرى ماذا يحدث داخل في السودان وكلنا العالم كله خايف هذا فعلا يعني مخيف العنف العرقي العنف الجنسي هذا شيء ليس في مصلحة السودان تماما وفعلا الولايات المتحدة تشعر بقلق عندما نسمع كل هذا وكما قلت عندنا وأنشلنا مناصة مراقبة والرصد للصراع في السودان ونحن نحاول نشجل كل ما يحدث داخل السودان لنرى ماذا يحدث كيف الوضع سيكون وسيجعل ولكن كما ذكرت أنه نعمل مع كل الجهات المعنية والجهات المدنية داخل السودان كذلك والاتحاد الأفريكي واتحاد الأوروبي لنمنع هذا النوع من السراع العرقي والجنسي والعنف الجنسي لأنه فعلا نشعر بقلق كبير وعاميك بالنسبة لهذا واشنطن تتواصل مع أي جهة مدنية في السودان؟ تهاني أنت تعرفي أنه لا يمكنني أدخل في تفاصيل هذا كذلك شيء أمني بالنسبة للناس في آخر السودان طيب هو هذا سؤالي طيب اسمحي لي إذا لا تريدين أن تذكري من هي الجهة ولكن هل هناك تواصل مع جهة مدنية لا تحدديها ولكن هل هناك تواصل فعلا مع واشنطن مع جهات مدنية في السودان أما الاتصالات مقطوعة تماما؟ لا لا أكيد في اتصال مع جهات مدنية مع منظمات غير حكومية يعني الشغل الدبلوماسي الآن ينتهى عندما السفارة يعني إغلقت الحوار والاتصال دائم بين الجهات المعنية السودانية والولايات المتحدة وكما ذكرت يعني عندنا سودان هذه المنصة المراقبة نأخذ كل المعلومات من الجهات المعنية كذلك داخل السودان ومن مصادر موطوقة داخل السودان وهذه العلاقات كانوا قبل السراع وسيستمروا بعد السراع كذلك هل هذه المنظمات والجهات تعمل على توثيق انتهاكات الحرب لأي من الطرفين وترسلها إلى واشنطن؟ عندنا كثير من يعني نعرف ماذا يحصل وماذا يحدث داخل السودان من المصادر الموثوقة كما قلت ومن مصادر أخرى مثل الدرونز وعلى آخره هذا كان معروف وسمعنا هذا من الخارجية وسنواصل في نفس الوقت لأنه نريد ان الجهات المعنية داخل السودان الجهتين يعرفوا أن العالم يرى ماذا يحدث يعني سيكون محاسبة هم مسؤولين ولازم يكونوا مسؤولين عن شعبهم ليس عن ضمار بلدهم لازم يخذوا كل الإجراءات اللازمة ليوقفوا العنف والكتال ويرجعوا إلى الطاولة المفاوضة نعم هل إن استمر القتال هل واشنطن تفكر بأن يكون هناك حكومة طوارئ لمحاولة إنقاذ البلد على الأقل لإدخال مساعدات لتعزيز وتوفير الخدمات المدنية التي يحتاجها المواطنون أم سيبقى الوضع على حاله والمساعي ستقتصر فقط على وقف دائم لإطلاق النار الولايات المتحدة تراكز عن كثير من الجهات أولاً لازم العنف ينتهي صح وكذلك لازم مساعدات للشعب السوداني كما قلت أنه خلال الهدنات مع الأسف كان هناك انتهاكات كثيرة ولكن في أيام وقف إطلاق النار المساعدات إنسانية وصلت إلى أكثر من مليونين ونص سوداني وهذا مهم جداً الولايات المتحدة ستستمر بهذا النوع من المساعدات للشعب السوداني ولكن في نهاية المطاف يعني الهدف الأخير أنه حل سياسي لهذه الأزمة وحكومة مدنية للشعب السوداني هذا ما يريد الشعب السوداني حكومة مدنية ليس عسكرية العسكر يرجع إلى مكانه ويدفع البلد كعسكر ليس داخل البلد سوداني هذا ليس يعني منصب العسكر ولازم حكومة مدنية وأن العنف ينتهي بوقت فوراً شكراً جزيلاً لك على كل هذه الإضاحات من دبي هالغريط المتحدثة الإقليمية باسم مزارة الخارجية الأمريكية شكراً جزيلاً لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مشاهدين أستوديو الحدث مستمر وفيه بعد الفاصل من سماء البحر الأسود إلى سوريا تواصل المناوشات الجوية الأمريكية الروسية ترجمة نانسي قنقر كان يوماً طبيعياً أو يبدو كذلك لا شيء يختلف انتظار انشرال وسكون كانت لحظة تسبق الخبر بقليل ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس تفاصيل تختلف قصص تتشابه ويبقى الإنسان محور الحدث هي طفولة لا تعرف الحروب العنف القسوة لا تعرف الكراهية لكنها تدفع ثمن كل ذلك اهلاً بكم مشاهدين من جديد أفاد مراسل الحدث بمقتل الشابين برصاص القوات الإسرائيلية في البلدة القديمة بنابلس في الضفة الغربية بعد أن اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة المدينة وذكر أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية للمدينة ونقل مراسل الحدث أن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت حارة الحبلة في البلدة القديمة بنابلس وتبعها عدد كبير من عربات الجيش التي اقتحمت المدينة من عدة محاور وكشف بيان مشترك للشاباك والجيش الإسرائيلي أن الشابين خيري شاهين وحمزة مقبول قتلا أثناء محاولة اعتقالهما للاشتباه بإطلاقهما النار على الشرطة هذا الأسبوع بس الجبات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من القدس تنضم إلينا مراسلة الحدث لانا كلغاصي أهلا بك معنا لانا لك أن تطلعين على آخر التطورات فيما يجري في نابل استحديدا وكيف تجري الأجواء في القدس استعدادا لأصلاة يوم الجمعة أهلا بك يعني فعلياً قبل قليل كان هناك تشيع لأجوثاميين الفلسطينيين الذين ارتقوا برصاص القوات الإسرائيلية صباحاً اليوم صباحاً اليوم القوات الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي أيضاً مع قوات خاصة قد اقتحموا مدينة جنيين مدينة نابلس عفواً في الضفة الغربية المحتلة. وقاموا بمحاصرة منزل في نابلس ما أدى إلى أيضا تبادل إطلاق النار مع فلسطينيين وأيضا القوات الإسرائيلية بنهاية المطاف أدى إلى اتقاء الفلسطينيين القوات الإسرائيلية تقول بأن هؤلاء الفلسطينيين أيضا قد قاموا بإطلاق النار بالأمس على مركبة وأيضا محال تجاري في الضفة الغربية ضد القوات الإسرائيلية في مستوطنة في قريبة من نابلس ولذلك قامت باقتحام مدينة نابلس وأيضا قامت باعتقال عدد من الفلسطينيين تقول القوات بأنه مشتبه بهم بضروعهم بعمليات ضد القوات الإسرائيلية كان هناك أيضا قبل قليل بيان أو ليس بيان فعليا تغريدة على تويتر على حساب بن يمين نتنياهو وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قال بأنه يدعم القوات الإسرائيلية وأيضا كرر مقولته التي قد قالها منذ أن بدأت العملية في جين قال ما كان أي شخص يقوم بعمليات ضد القوات الإسرائيلية إما تحت الأرض في القبر أو في السجن طيب هل بهذه العملية في نابلس يعني معنى ذلك هو انحصار للعمليات العسكرية الإسرائيلية أم ستكون هناك اقتحامات متكررة كما شاهدنا أيضا ما جرى في جينين يعني هذه ليست المرة الأولى ولن تكون على ما يبدو المرة الأخيرة منذ مطلع هذا اليوم هذه هي السياسة الإسرائيلية التي تتبعها الآن في الضفة الغربية سياسة الإغتيالات والاقتحامات إضافة إلى الإغتيالات وأيضا يعني شاهدنا ما حدث بجينين عملية عسكرية موسعة أيضا كان هناك بيانات باسم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وقال بأن ما حدث بجينين يعني إن استدعى القوات الإسرائيلية أو إن اضطرت القوات الإسرائيلية أن تقوم بمثل هذه العملية عملية موسعة أيضا في مدن مختلفة في الضفة الغربية ليس فقط في جينين فإن القوات الإسرائيلية سوف تكون مستعدة لأن تقوم بعملية موسعة أيضا في مدن مختلفة في الضفة الغربية الآن ما تخشاه المنظومة الأمنية الإسرائيلية هو فعليا العمليات الفردية ضد القوات الإسرائيلية آخر هذه العمليات التي تبنتها حركة حماس فعليا وهي قامت بفلسطيني ليلة أمس قام بإطلاق النار على جندي إسرائيل لما أدى إلى مقتل هذا الجندي الإسرائيلي لذلك ما تخشاه الآن كما تحدث هو فعليا العمليات الفردية التي من الصعب على المخابرات الإسرائيلية استكشافها أو حتى التنبؤ بها كيف هو الانتشار الأمني في المسجد الأقصى استعدادا لصلاة الجمعة هل هناك قيود مثلا وضعت على المسلمين للصلاة اليوم بعد العمليات العسكرية الأخيرة أم الأمر يمشي بين سيابية معتادة بالنسبة للقدس والمسجد الأقصى يعني انتشار طبيعي للقوات الإسرائيلية يوجد هناك حواجز على مداخل أبواب المسجد الأقصى كالمعتاد بطبيعة الحال يكون هناك تفتيش على أبواب المسجد الأقصى وأيضا انتشار في الأبواب المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك في أيضا البلدة القديمة في القدس ولكن لا يوجد هناك أي شيء مميز في القدس حاليا فقط يعني الإجراءات العادية التي تتخذها القوات الإسرائيلية بشكل طبيعي نعم شكرا لك على كل هذه الإضاحات من القدس مرسلة الحدث لنا كل غاصي شكرا لك مرسلة الحدث أفاد بيان للقيادة المركزية الأمريكية أن القوات الجوية الروسية أقدمت وللمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة على التحليق بشكل خطير وغير آمن بالقرب من مسيرات تابعة للتحالف الدولي لمحاربة داعش البيان قال إن مقاتلة روسية ألقت شعلات حرارية أمام مسيرات أمريكية وعرضت سلامتها للخطر ودعا الجيش الأمريكي القوات الروسية في سوريا لوقف ما وصفها بالسلوكيات المتهورة وغير المهنية إذن مشاهدين للمرة الثانية خلال 24 ساعة فقط تقع مناوشات جوية بين مسيرات أمريكية وروسية فوق سماء سوريا فقائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية إليكس غرينغويتش قال إن مقاتلة روسية تعرضت بشكل غير مهني وغير آمن لمسيرة أمريكية من طراز مكي ناين خلال تنفيذها مهمة ضد داعش صباح أمس في سوريا وأضف أيضا أن المقاتلة الروسية ألقت قنابل مضيئة وحلت بالقرب من المسيرة بشكل خطير ما هدد سلامة جميع المقاتلات المعنية بالحادثة وحث أيضا روسيا على وقف هذا السلوك المتهور والالتزام بمعايير السلوك المتوقعة من قوة جوية محترفة وقد سبقت هذه الاحتكاكات الجوية بين الروس والأمريكيين في سماء سوريا سبقتها مناوشات متصلة بالنزاع في أوكرانيا ففي إبريل الماضي مثلا اعترضت طائرتان حربيتان روسيتان مسيرة أمريكية من طراز ريبر مكي ناين في البحر الأسود فتحطمت على إثر ذلك في البحر ما سبب توترا بين واشنطن وموسكو وقد تزايد هذا النوع من الحوادث الجوية بين طائرات روسية وأخرى غربية في الأشهر الأخيرة فوق البحر الأسود وفوق بحر البلطيق ودائما على خلفية النزاع في أوكرانيا فمثلا اعترض سلاح الجو البريطاني ثلاث طائرات تابعة للقوات الجوية الروسية كانت تحلق قرب المجال الجوي للنيتو وفقا لصحف بريطانية وفي نهاية مايو الماضي أيضا أعلنت موسكو اعتراض أربع قاذفات استراتيجية أمريكية فوق بحر البلطيق في حادثتين مختلفتين في غضون أسبوع كما أرسلت موسكو طائرات روسية لاعتراض طائرات فرنسية وألمانية وبولندية ولمناقشة كل هذه التطورات على الصعيد العسكري الروسي الأمريكي فوق سماء سوريا ينضم إلينا من عمان الدكتور حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية وفضل النزاعات في الجامعة الأردنية أهلا بك معنا دكتور حسن أولا كيف تقرأ أو ما هو تفسيرك لهذه المناوشات العسكرية الروسية الأمريكية فوق سماء سوريا هل هي فعلا كنوع من ردات الفاعل بين الطرفين على ما يجري في أوكرانيا تدفع ثمنه سوريا أم هناك اختلافات في أمور أخرى صباح الخير لكي والمشاهدين الكرام مما لا شك فيه هذه الحوادث تحدث على خلفية توتر في العلاقة ما بين روسيا والغرب عموما وبالذات مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني هناك أشبه ما يكون في حرب باردة مصغرة حقيقة بهذا الأمر أخذينا بعين الأعتبار أن كل من سوريا وأوكرانيا هي مسارح حمليات وكل الطرفين بذات في سوريا موجودين بقوة في سوريا وبالتالي شوفنا في السنوات الماضية كانت روسيا قبيل غزو أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية حريصتا على منع التصادم وبالتالي كان في نوع من اتفاق والتنسيق من أجل تفادي أي حادث أو أي تصادم في هذا الجانب لكن بعد حرب أوكرانيا ازداد التوتر وبالتالي في هناك مجموعة حوادث عدل مسيرات روسيا تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بدعم لا متناهي لأوكرانيا وأيضا تزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية وكل هذه الجوانب وبنفس الوقت سوريا ساحة مواجهة الآن أصبحت بالمعنى التكتيكي إلى حد ما والكل يعلم بأن روسيا وسوريا بدأت مناورات عسكرية وبتقدير الشخصية هذه المناورات أيضا هي رسائل للولايات المتحدة الأمريكية ولغيرها من الدول بهذا الجانب رسائل عرض قوة بهذا الأمر وبالمناسبة يعني مسألة التحرش واعتراض الطائرات هو نوع من التكتيك التي قد تستخدمه الدول من وقت لآخر في ظل حالة التوتر في هذا الجانب بهذا الاتجاه وزي ما أشرت تفضلتي سابقا كيف في مسألة البلطيق وغيره بهذا الأمر طيب دكتور حسن يعني كانت تتحدى الجانب الأمريكي يقول بأن الطائرة في مهمة ضد تنظيم داعش ألا يفترض بأنه مثل هذه المهمات ضد جماعات متطرفة لدى العالم أن يكون هناك تنسيق بين البلدين مما لا شك فيه وأنا أشرت قلت أن في هناك اتفاق لمنع التصادم بهذا الأمر وسابقا كان الروس والأمريكان المجتمعين على مكافحة الإرهاب في هذا الجانب في هذا الأمر لكن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تبرر وجودها في سوريا تبرر هذه الطلعات على اعتبار أنها ضرورية من أجل مكافحة الإرهاب وهنا البيانر الأمريكي واضح بأن روسيا تعيق مهمة الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على داعش بهذا الاتجاه الكل يعلم أن هناك ما يسمى في لعبة الملامة ما بين روسيا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية الوجود الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر هل هو صغير أم لا لكنه ذا فاعلية والأمريكان يبرر ذلك ضمن ما يسمى في التعالف الدولي لمكافحة الأرهاب والوجود العسكري الأمريكي هناك يبرر على اعتبار أنه لمكافحة داعش البيان الأمريكي الطبيعي حتى يلقي اللوم على روسيا بأن روسيا تحاول مضايقة طائرة مهمتها مكافحة داعش اللي هي أيضا من ضمن مكافحة الأرهاب في العالم طيب ماذا ولو بالغلط أسقطت إحدى الطائرات تداعيات مثل هذه المناوشات إلى أين ممكن أن تذهب إن حدث فعلا سقوط إحدى الطائرات يعني بتقدير الشخصي كلا البلدين روسيا ووليات المتحدة الأمريكية لا يرغبان في مواجهة مباشرة وشفنا الآن بعد أكثر من عام كيف كلا الطرفين منضبطان في مسألة أن لا يكون هناك مواجهة مباشرة لكن إذا ما حصلت طائرة مسيرة بتقدير الشخصي الآن هذه قد تكون مرة أخرى وبالتالي على الوليات المتحدة الأمريكية هنا والرئيس الأمريكي اتقاذ قرار بمعنى أن يكون هناك رسالة قد تردع الروس بسياق مثلا موازي لما قامت به روسيا في مثلا من إسقاط طائرة أو غيرها بهذا الأمر مسألة الحوادث يعني احتمالية كبيرة لكن مهما حصلت من هذه الحوادث سواء إسقاط طائرة مسائرة أو غيرها بتقدير الشخصي لن تدفع البلدان إلى مسألة مواجهة أسكرية مباشرة في هذا الجانب شفنا سابقا يعني ما بدنا نقول النقاش لكن سابقا شفنا عندما أسقطت تركيا مثلا طائرة روسية بهذا الجانب لكن لم يذهب إلى المواجهة المباشرة لكن هي نوع من ما يسمى في أن كلا الطرفان يتبادلان ما يسمى في الكرات الصلبة يتبادلان سواء كان في السياق الدبلوماسي السياق العرض القوة وكل هذه الجانب والكل يعلم بأن روسيا الآن تقع تحت حقوبات أمريكية هائلة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تزود أوكرانيا بكافة الأسلحة وبالمساعدات وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن السلوك الروسي هو عدواني ويؤثر على المصالح الاستراتيجية الأمريكية في أوروبا في هذا الجانب وأيضا لا ننسى اجتماع نيتو والذي بتحدث عن السلوك الروسي ومقابل ذلك هناك سردية روسية تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تشكل تهديد لروسيا وأمنها طيب دكتور حسن المناوشات هل ستبقى مرتبطة فقط بالحرب الروسية الأوكرانية من مجرد أن يتم تهدئة الأوضاع والدخول في هدنة معلنة في هذه الحرب تقف هذه المناوشات هذا أولا الأمر الآخر هذه المناوشات كيف طالما أنها أسمح لي في السؤال الثاني والوقت لك للإجابة طالما أنها في سماء سوريا كيف يمكن أن تؤثر على الحكومة السورية على سوريا بشكل عام هل هناك خطوة أساسا أيضا مرتقبة من الحكومة السورية تجاه روسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية حتى وإن كان على مستوى خطاب دبلوماسي يعني هلأ النقطة التوتر الرئيسية هي أوكرانيا وإذا ما صار فيه نالك النوع من التوافق والاتفاق على أوكرانيا قطعا هذه الأعمال الاستفسازية سوف تتوقف بنهاية المطاف الآن في الموضوع السوري الحكومة السورية تعتبر نفسها حليفة لروسيا وتعتبر الوجود الروسي مشروع في سوريا وبالتالي تحليق الطائرات الروسية هو شيء طبيعي أما بالنسبة لأولاد المتحدة الأمريكية الحكومة الروسية السورية تعتبر أن الوجود الأمريكي غير شرعي بهذا العمر وفي كثير من البيانات السياسية والدبلوماسية دعت إلى خروج القوات الأمريكية لكن الكل يعلم بأن الحكومة الروسية السورية هي ضعيف من الضعف بمكان حقيقة لمواجهة هذه القوات الأمريكية أو إجبارها على الخروج لكن أيضا دعني أشير إلى أن الهدف الرئيسي المؤلن من قبل المناورات الروسية السورية هي تعزيز قدرات الدفاع الجوي وسلاح الجوي السوري على مواجهة التحديات الخارجية في هذا الأمر فبالذلك بتقدير الشخصي يبقى الموقف السوري موقف شكلي غير قادر على إنهاء هذا الوضع لكن أيضا زي ما أشرت أنه سوريا تنظر إلى الوجود الروسي على أعتبار أنه وجود شرعي يساعدها على الحفاظ على عملها نعم شكرا جزيلا لك لكل هذه الإضاحات من عمان الدكتور حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات في الجامعة الأردنية شكرا جزيلا مشاهدين استوديو الحدث مستمر وفيه بعد الفاصلة الحكومة العراقية تفتح تحقيقا بخطف الإسرائيلية الروسية في بغداد وتصف القصة بالمتداخلة هل صحيح أن الروس قالوا لك ريجن إذا ترشح في روسيا سيحصل على أصوات أكثر مما حصل في الولايات المتحدة غالباشو قال أراد أنك أراد أن ترى الشرعي وعتقد أنه رأى الشرعي وفيه رأى الشرعي ما هو؟ فأي أرأى التجارية أراد أن أرى كل شيء من كان يحاربك في جهودك تلك آنذاك من مستشاري الرئيس ريجان سوزان ماسي الذاكرة السياسية الجزء الثالث الليلة العاشرة والنصف على شاشة العربية ما يتم الآن ورسم خطوط لهذا التماس فقد عزز الجيش السوري والقوات الروسية وجودهما الروسية لن تنسعد من سوريا ولكن الآن تعيد عادة موضع هنا قبالة مدينة عين العرب هدوء حذر في الجانب التركي موقف وزير الخارجية الروسي هو دوء أخضر هل فعلا تركيا ستبدأ بهذه العملية العسكرية تستجيب قسط بشكل جدي للتهديدات التركية هناك قوات سوريا تشايد رواب مضعومة من فبول الروس نوان مستعد أن يقسم سوريا كلها حتى يبقى موضع أمام أي خيار الحكومة الإيرانية الآن هناك عشراسل من مهجرية فريد التي تسيطر عليها القوات التركية هي حرب صمت من يصمت أكثر عن تصرفات أمقرى في الشمال السوري من سيكون داعم لقوات سوريا الديمقراطية في هذه المعركة؟ ماذا عن النظام ودور النظام نتحدث هنا عن أراضي سوريا أهلا بكم مشاهدينا من جديد أعلنت الحكومة العراقية فتح تحقيق في قضية خطف الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف في بغداد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي وصف قضية تسوركوف بالمتداخلة معلنا أن الحكومة العراقية لن تدلي بأي تصريح حتى تكتمل التحقيقات الرسمية وتصل إلى نتائج نفت ميليشيا حزب الله العراقي ضمن خطف الباحثة الإسرائيلية من أصل روسي في العراق وقالت في بيان إن اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بوجود من وصفتهم بعنصر أمني إسرائيلي أسير في العراق هو مؤشر خطير للغاية داعية لأجهزة الأمنية المختصة لكشف الشبكات المرتبطة بإسرائيل وتقديمها للعدالة في موضوع عراقي آخر رجحت مصادر عراقية للمدى أن الحكومة قد تبدأ عمليات تغيير واسعة للمناصب العلية ومنها الوزراء في شهر يوليو الحالي ورجحت المصادر التي تحدثت للمدى أن يشهد الشهر الحالي سلسلة من التغيرات تطال وزراء ووكلاء ورؤساء هيئات ومدراء عامين ومحافظين وتنقل المصادر وأنباء من داخل مجلس الوزراء عن حصول وزيرة الاتصالات هيام الموسوي على أقل التقييمات بين الوزراء وتشير المصادر إلى احتمال أن تكون الموسوي أول وزير يتم استبداله في حكومة السوداني فيما لا يزال هناك خمسة وزراء على قائمة المستبدالين المرجحين والوزراء المرشحون هم الزراعة، التجارة، الدفاع، التعليم العالي والموارد المائية وسبق أن أعلن السوداني نهاية العام الماضي إخضاع الوزراء والمسؤولين الآخرين إلى تقييم بين ثلاثة إلى ستة أشهر وتؤكد المصادر القريبة من الإطار التنسيقي أن المحافظين سيشملون كذلك بالاستبدال في وقت قريب لمناقشة هذه التطورات من بغداد ينضم إلينا مستشار رئيس الوزراء العراقية دكتور حسين علاوي أهلا بك معنا دكتور حسين أولا نريد أن نعرف منك الانطباعات الداخلية لدى الطبقة السياسية وأيضا لدى الشارع العراقي على مثل هذه الخطوة من استبدال وزراء وتقييم الوزراء وما إلى ذلك يعني مساء الخير عليك مساء الخير على المدين الكرام طبعا هناك اللحظة رضا شعبي واجتماعي على أداء الحكومة العراقية وخصا في عملية الأصلاح الإداري لهيكل الجهاز الحكومي وما قام به سيد رئيس وزراء من خطوات لاحظنا ورقبناه في مكتب رئيس وزراء من خلال متابعة ردود الفعل على السوشال ميديا وكذلك على آراء المواطنين التي تجري كذلك الحكومة استطلاعات للرأي بين الحين والآخر وبالتالي هناك رضا شعبي على عملية التغيير الإداري التي تجري والتي في بعضها كانت قد تكون صعبة بالمناسبة لأن قضية التدوير التي قام الآن السيد رئيس وزراء الإستاذ محمد الشاعر السوداني لأول مرة بإنهاء قضية التدوير وإيقافها وهي كانت عملية صعبة أمام كذلك الجهاز الإداري في ظل المعادلات السياسية ولكن بالمقابل أتوقع أن الكل الآن داعم إلى خطوات الحكومة العراقية وللسيد رئيس وزراء في هذه المرحلة باتجاه المناصب العليا في الجهاز الحكومي وبالتالي سارت به الحكومة سواء بمنصب المدير العام أو كذلك بالمقابل الوكلاء والمستشارين وغير حقيقة من المسميات والأوصاف الإدارية العليا في الدولة العراقية والدرجات الخاصة تعمل الحكومة العراقية على تصحيحها من خلال إطار مؤسساتي وليس إطار كذلك بالمقابل مفتوح في مكتب رئيس وزراء هناك لجنة علية وهذه اللجنة العلية تجري تقييمات في هذا المسار وهناك لجنة كذلك موازية لها تقوم بعملية التقييم المؤسسي في ألمان العامة المجلس الزراء وكذلك بالمقابل هناك تقييمات تستقبل الحكومة العراقية من خلال الأجهزة الرقابية إن كانت هيئة مكافحة الفساد أو كذلك بالمقابل ديوان الرقابة المالية والتقارير وكذلك تقارير مجلس النواب التي تصدر بين الحين والآخر وبالتالي كل هذه المجموعة تعطي تصور إلى رئيس الوزراء في هذا المسار من خلال استمارة يكون فيها معايير وكذلك هذه الاستمارة تتيح 80% من نسبة أداء هذا المسؤول وكذلك هناك 20% تقييمات تعطي لسيد المسؤول الأعلى على هذا المسؤول الموجود في الدرجات الخاصة والتي يقود منصب قيادة في الجهاز الحكومي وعلى أساسه كذلك بالمقابل أداء هذا المسؤول الحكومي من حيث المبادرات والقيادة والإدارة والنزاهة والشفافية طيب أنا أحاول أن أكمل هذا الموضوع عشان أنتقل إلى موضوع الباحثة الإسرائيلية ولكن سؤالي الآن التقييمات المعايير التي يتم على أساسها التقييم هي نفس المعايير التي على أساسها يتم تعيين هؤلاء الوزراء لا السادة الوزراء نالوا الثقة مع بداية تشكيل الحكومة العراقية السياق الدستوري والسياسي يعطي مسارا مختلفا عن الدرجات الخاصة وعن كذلك الدرجات من درجة مدير عام فما فوق في أجهاز الحكومي وبالتالي كذلك هناك تقييمات الآن تجري من قبل مكتب رئيس الوزراء ونفس الآلية تستخدم حقيقة من قبل الجهات الرقابية الداخلية والجهات الرقابية في السلطة التشريعية وبالتالي السيد الرئيس الوزراء كان خطابة واضح خلال الجلسة قبل الأخيرة لمجلس الوزراء في أن الستة أشهر المقبلة ستكون حاسمة في مجال عملية التقييم للأداء الخاص بالسادة الوزراء والوزارات وكذلك بالمقابل علينا أن نحافظ على أموال الموازنة الاتحادية الثلاثية للأعوام 23، 24، 25 وكذلك الحفاظ على أداء عالي في إدارة المشاريع الموجودة في هذه الموازنة وهو بالتالي ما سيكون مساراً لتقييم الوزراء في إدارة وزاراتهم ما بعد إقرار الموازنة كون الحكومة العراقية قد عملت خلال الفترة هذا موضوع يطول الحديث عنه واعتمدت على موارد بسيطة جداً هذا موضوع يطول الحديث عنه لأن الأمر ربما لا يقتصر فقط على موازنة والإصدار هذه الموازنة ولكن سؤالي الآن متعلق بمعرفة آخر التحقيقات أين وصلت بالنسبة لاختطاف الباحثة الإسرائيلية الروسية أين وصلت التحقيقات العراقية في هذا الشأن يعني أكيد هو ما ذكر الناطق باسم الحكومة العراقية موضوع معقد والآن الحكومة العراقية تجري تحقيق من خلال أجهزتها الأمنية والاستخبارية لا يمكن أن نخرج أي معلومة خارج هذا السياق حقيقة لأنها مرتبطة بقضية خاصة بالأمن القوم العراقي ونحن نريد أن نحافظ على الاستقرار نحافظ على أن بغداد آمنة ومستقرة وكذلك بالمقابل نواجه هذه التحديات من خلال خطوات السيد رئيس وزراء القادم العام للقوات المسلحة الذي أجرى تغييرات مهمة في الأجهزة الاستخبارية وخصا في جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني وهذه التغييرات من الممكن أن تضع حدا لهذا الأرث السابق الذي ورثناه حقيقة من تحديات وتداخلات سياسية وأمنية وكذلك بالمقابل تحديات مرت على العراق وبالتالي هناك صورة أخرى يجري العمل عليها ومنها هذا التحقيق الذي تقوم به الآن الأجهزة الاستخبارية على وجه الخصوص في هذه القضية ولكن يا دكتور حسين هناك لوم على الحكومة العراقية لأنها تأخرت في التعليق على هذه المسألة لا ليس هناك لوم لأنها قضية متداخلة وقضية فيها تحديات وتهديدات لسلامة الأراضي الوطنية العراقية وهناك من يحاول حقيقة أن يستلب الاستقرار ويستلب كذلك بالمقابل الحياة المستقرة في العاصمة بغداد والمحافظات وهذا بالتالي ما تقف أمامه الحكومة العراقية بحزم ورؤية عقلانية وهادئة لأننا الآن المبادئة لدى الحكومة العراقية وليس لدى أي طرف آخر والنصر المتحقق حقيقة على مدى السنوات الماضية للقوات الأمنية ليس من الممكن أن تهزه هذا الموضوع لكن بالمقابل هذا الموضوع يتم حقيقة معالجته من خلال العمل المشترك ما بين الأجهزة الاستخبارية والأمنية ومن خلال وحدة القرار السياسي للقاهد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء هو من يقرر الساعة والوقت في عملية بعد إجراءة التحقيقات في إخراج المعلومات شكراً الرأي العام لكن كذلك الحكومة تلتزم بالشفافية في إخراج المعلومات خلال المرحلة المقبلة على هذه العملية شكراً جزيلاً من بغداد مستشار رئيس الوزراء العراقية الدكتور حسين علاوي شكراً لك مشاهدين دقائق ونلقاكم في الساعة الثانية ابقوا معنا تتواصل المواجهات العنيفة عن وضع كارثي هناك معاناة كبيرة كما تشاهدون كيف ستتعامل روسيا مع بدء الهجوم المضاد الجيش الروسي فوقها بأنه مضطر لحرب عصابات السلسون والتفروجة تعاني دارة إنسانية كبيرة جداً هل يعني ذلك بالفعل لم تستطع موسكو حسم عمليتها العسكرية؟ المشكلة التي قد نتفجأ بها هي كسر القطوط الحمراء على الطرف الآخر هذا هو خط الجبهة الأول تم إجلاء ألف وسبعمائة شخص من براطق فرسون المختلفة بشر سلاح نووي في بيلاروسيا هو استعراض قوة عن رسالة تهديد أظن الغرب هو يريد استنزاح روسيا هذا الهجوم كان لابد أن يحضر هذا كارسالي أوكرانيا كيف يمكن بأن أوكرانيا يمكن أن تفجر السد الخاص بها؟ في صمت الأشياء من حولك في كل حركة متناغمة وسكون في الانتظار لانتهاء الألم في كل ثانية تمر هناك أحداث صراعات في كل جزء من العالم فكل لحظة ترسل مشهدا تشكل خبرا تصنع حدثا الحقائق لا تأتي في خبر مجرد بل تغلفها طبقات من الغموض الكامن في الوقائع، الخلفيات والتداعيات والكشف عنها مغامرة شيقة يتطلب الغمصة في أعناق الحدث وقراءة ما بين السطور التاسعة عشرة اكتشف ما بين السطور من الاثنين إلى الجمعة على شاشة الحدث لتاسعة عشرة يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم أرجاعهم أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث ما يحمله ذلك من دلالات لا يمكن في أي حال من الأحوال أن نسلح أمور تونس وأن نذهب بها إلى البر الأمان في عقلية واحدة نتمنى على رئيس الجمهورية أن يقدم برنامج هل يجوز تحميل هذه الحكومة كل الأزمات الاقتصادية؟ جبهة الخلاص هي التي تتزعام حركة النهضة هي كانت السبب في الأوضاع التي وصلت إليها تونس اليوم عدد من الصحفي نفذوا اليوم وقفة احتياجية أمام مقر البرلمان بدأت ذكرها رئيس قيس سعيد علينا أن نجدها في أقرب وقت ممكن وإلا وقتها كل شيء وارد في تونس حكومة إذا كانت الميزانية والخزانة الفارغة كيف يمكن أن تنجح؟ مخاوف من سباق تسليح في دارفور وتأجيج الصراع العرقي وواشنطن تصف الوضع في السودان بغير المقبولة الحكومة العراقية تعلن فتح تحقيق بخطف الإسرائيلية الروسية في بغداد وتصف القصة بالمتداخلة القيادة المركزية الأمريكية تعلن مواصلة بحث خياراتها بشأن منشآت إيران النووية نواب وحاكم مصر في لبنان المركزية هزون العصى المالية وتساؤلات إن كان مقدمة للتمديد لرياض سلامة عودة الهدوء إلى نابلس بعد اقتحام القوات الإسرائيلية البلدة القديمة قتلت خلاله شابين فلسطينيين معركة ماسك ومارك تبدأ باكرا تويتر يهدد بمقاضة ميتا بسبب تطبيق ثريتزا أهلا بكم مشاهدين من جديد إلى ساعتنا الثانية من برنامج ستوديو الحدثة أكد الجنرال الأمريكي ورئيس القوات الجوية للقيادة المركزية الأمريكية إليكسوس جرينوكيتش في مقابلة مع صحيفة جيروليزم بوست أن الولايات المتحدة لها خيارات عسكرية ضد تهديدات منشآت إيران النووية المتطورة وأشار قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية أن واشنطن تواصل ردع الهجمات الإيرانية عليها وعلى شركائها الإقليميين مؤكدا أنه على إيران أن تفهم أنه بإمكان واشنطن إعادة قواتها إلى المنطقة بسرعة كبيرة حيث تعتزم الحفاظ على شراكة حقيقية مع حلفائها العرب بالمنطقة على حد قوله رئيس القوات الجوية للقيادة المركزية الأمريكية شدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي مؤكدا أن واشنطن تواصل التأكد من أن الخيارات الأمريكية العسكرية ضد إيران ستكون مدروسة وقوية وأفادها الجنرال الأمريكي ورئيس القوات الجوية للقيادة المركزية الأمريكية إليكسوس جرينوكيتش أن حصول إيران على مقاتلات روسية من طراز سيخوي 35 مصدر قلق كبير لأمريكا مجددا قلق واشنطن من استمرار إيران لتطوير برنامجها النووية وقبلها قال منسق شؤون الاتصالات بالبيت الأبيض جون كيربي في تصريحات للحدث أن مضايقة شاحنات النفط في مياه الخليج ليس بالسلوك الجديد للإيرانيين مشيرا إلى أن واشنطن لن تخجل من البحث عن طرق أخرى للضغط على طهران كيربي قال أيضا أن لدى واشنطن مجموعة قوية من العقوبات الخاصة بإيران لسيما في البيئة البحرية لكنها ستبقي هذه الخيارات مفتوحة للمضي قدما كما ستناقش هذا الأمر مع حلفائها لن نخجل من البحث عن طرق أخرى للضغط على النظام الإيراني لدينا بالفعل مجموعة قوية من العقوبات بشأن إيران سيما في البيئة البحرية وسوف نبقي هذه الخيارات مفتوحة للمضي قدما سنناقش هذا الأمر مع حلفائنا وشركائنا سنناقش هذا الأمر في الأمم المتحدة وإذا احتجنا إلى تطبيق أدوات اقتصادية إضافية فسنقوم بذلك بلاترالي ترجمة نانسي قنقر استدعت الخارجية الإيرانية القائمة بالأعمال البريطانية في طهران لإبلاغها رسالة احتجاج على ما وصفته بالأفعال التخريبية والتدخلية إثر فرض لندن عقوبات جديدة على طهران ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا عن الخارجية الإيرانية وصفها لتصريحات ومواقف السلطات البريطانية والعقوبات الأخيرة بالعمل غير الشرعي والتدخل في شؤون البلد وكانت بريطانيا قد أعلنت أنها ستنشئ نظام عقوبات جديد لإيران يمنحها صلاحيات أكبر لاستهداف صناع القرار في طهران بمن فيهم المتورطون في نشر الأسلحة وتهديد الرعاية البريطانيين وتضمنت حزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها بريطانيا على إيران ثلاثة عشر شخصا وكيانا بينهم قيادة الدفاع السبراني بالحرس الثوري الإيراني واتهم وزير الخارجية البريطاني جيمس كاليفري في بيان السلطات الإيرانية بالطهاد شعبها والتسبب في إراقة الدماء في أوكرانيا والشرق الأوسط والتهديد بالقتل والخطف على الأراضي البريطانية وفي تصريحات للحدث قال وزير الخارجية البريطاني إن سياسة العقوبات ضائران مستمرة حتى يتغير سلوك النظام الإيراني مضيفا أن إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب لا يزال خيارا قائما ما شاهدناه خلال الثمانية عشر شهرا الماضية هو ستة عشرة محاولة للقتل أو اختطاف أشخاص هنا في المملكة المتحدة من الواضح أن تهران تحاول إسكات الانتقادات وإسكات الأصوات المعارضة هو ما نعتبره سلوكا غير مخبول لذا أعلنت اليوم عن العقوبات التي تعطين الفرصة وتعطي الحكومة البريطانية الفرصة إلى الرد على التصرفات الإيرانية وأعلنت أيضا عن ثلاث عشرة عقوبة إضافية تحدد شخصيات تورطت في القمع الداخلي في إيران والعدوان ضد المملكة المتحدة ولكن إذا تغير سلوك إيران فلا يكون من الضروري استخدام العقوبات التي وضعناها هذا هو أحد الخيارات التي نحتفظ بها دائما للنظري فيها ولم نقم بهذا الأمر في الوقت الحالي لكننا فرضنا عقوبات على الحرس الثوري الإيراني بكامل فرضنا عقوبات على بعض الأفراد ضمن قيادة الحرس الثوري الإيراني نحن دائما نبقي الخيارات مفتوحة وسيكون رد فعلنا دائما مرتبطا بالعمل الإيراني وإذا أرادوا تغيير رد فعلنا فيجب أن يتغير عمله من القاهرة تنضم إلينا الأستاذ المساعدة في العلوم السياسية والباحثة في أشان الإيراني هدى رؤوف أهلا بك معنا سيدة هدى في الوقت الذي إيران طبعت علاقاتها مع الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية تأتي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لسياسة فرض عقوبات جديدة على إيران والتهديدات المستمرة والتلويح بالعمل العسكري من جانب واشنطن ضد إيران كيف يمكن قراءة هذا الموقف من حيث التوقيت ومن حيث طريقة التهديد؟ تحية طيبة طبعا ما زالت واشنطن والدول الغربية مثل بريطانيا تحتفظ ببعض الأدوات التي يمكنها من خلالها التعامل مع الملف الإيراني بشكل عام سواء في الشرق الأوسط أو في أوكرانيا وبالتالي من إحدى هذه الأدوات هي سلاح أو أداة العقوبات طبعا وبالتالي بريطانيا تستخدم حقها في أنها تفرض عقوبات على إيران مرتبطة بملف حول إنسان وإن كان هناك أسباب أخرى لفرض هذه العقوبات ليس فقط حقوق الإنسان واشنطن نفس الشيء خاصة مع استمرار سلوك إيران المرتبط بزعزعة الاستقرار الملاحة في مياه الخليل تزامن مع الوقت الذي تتقارب فيه إيران مع الدول العربية والخليجية بالأخص وخاصة بعد إتمام اتفاق المصالحة بين السعودية وبين إيران طبعا بيعني أن استمرار إيران في السلوك يؤدي إلى عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط أو استمرار دعمها لروسيا في حرب أوكرانيا سيظل هذه الأدوات في يد بريطانيا والولايات المتحدة بشكل رئيسي لكن هذا يتزامن أيضا حتى مع ليس التقارب العربي ولكن يتزامن مع ما يقال أن هناك وفقا لتقارير صحفية غربية وأن هناك شبه اتفاق أو تفاهمات كادت تقترب منها إيران وواشنطن وبالتالي يعني يحدث هذا السلوك برغم أنه من جانب آخر أو في الكواليس هناك تفاهمات بتتم الآن بين تهران وواشنطن من أجل التوصل إلى صيغة مؤقتة في بعض الملفات منها لاتفاق النعوي يعني كانت هناك توافق ما بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في بعض الملفات العالقة هل ذلك سينعكس مثلا بعودة المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني وطرح البنود التي ترغب بها واشنطن في الاتفاق النووي الإيراني المقبل مثلا نترقب أن تكون هناك عودة لهذه المباحثات موافقة إيران على هذه الشروط الأمريكية والله يوفي تصوري أن هناك عدد من المؤشرات التي توحي بأن هناك ربما هذا العام يشهد سواء حيال اتفاق النووي بين إيران وعودة جميع الأطراف إليه الغربية والولايات المتحدة يعني بشكل أساسي الولايات المتحدة أو أن يكون هناك الاقتصار على تفاهم ما بين الولايات المتحدة أو اتفاق مؤقت ما بين الولايات المتحدة وما بين إيران هذه المؤشرات أحدهم طبعا لحضرتك زكارتي الآن هو أن الوكالة الدولية نفسها أعلنت أن هناك تم حل بعض الملفات الخلافية ما بين إيران وما بين الوكالة ومنها طبعا أن إيران أجابت عن وفقا للوكالة أجابت عن الأسئلة الخاصة ببعض المواقع النووية كانت غير المعلنة أن إيران ردت بشأن وجود أثار تخصيب إيراني بنسبة 83% هذا مؤشر هناك مؤشر آخر بأن هناك ربما هذا العام يشهد اتفاق بين إيران وبين الولايات المتحدة وهو التقارير الصحفية المصربة سواء من صحف غربية أمريكية أو من خلال إسرائيل نفسها التي تتحدث أنه حتى لو حدث اتفاق ما بين إيران وواشنطن فإسرائيل لن تلتزم به هناك مؤشر آخر ثالث بيوحي بأن هناك أيضا اتفاق ربما يحدث وهو تصريحات المرشد الإيراني منذ فترة لبعض العاملين في منظمة الوكالة النووية الإيرانية بأنه حتى لو في المنظمة النووية الإيرانية بأنه حتى لو هناك اتفاق مع الغرب فلابد أن لا يمس هذا الاتفاق البنية النووية الإيرانية وبالتالي كلها مؤشرات توحي بأن هناك ثم التفاهمات بتتم بين إيران وواشنطن حتى على الأقال لإرضاء الطرفين في بعض الملفات سواء دعم إيران لروسيا في أوكرانيا أو الإفراج عن بعض المعتقلين الأمريكيين خاصة مع قرب انتخابات الرئاسية الأمريكية عشرين وعشرين أو أن إيران تريد تخفيف العقوبات عنها الأمريكية حتى تستطيع أن تستفيد من التقارب العربي الإيراني وانضمامها لمنظمة شنغهاي كعضو دائم وبالتالي كلها مؤشرات توحي بأن الطرفين في حاجة الآن لمصلحة الطرفين أن يكون هناك اتفاق قريبا أو هذا العين طيب ذكرتي نقطة مهمة فيما يخص التخفيف على العقوبات تقريبا قبل شهرين كنا نتحدث أو تسربت بعض المعلومات لم تتضح مدى جديتها أو صحتها بأنه ربما سيتم الإفراج عن بعض الأموال الإيرانية المجمدة وهذا ما كان معتاد عليه من الإدارة الديمقراطية نفس السيناريو حدث عندما كان بايدن نائب رئيس أوباما وكانت هناك إدارة ديمقراطية في البيت الأبيض هل نترقب مثل هذه الخطوة خلال الأشهر المقبلة قبل الدخول في الانتخابات التمهيدية الرئاسية الأمريكية؟ ربما طبعا لأن إيران ما يعنيها بالأساس سواء من إحيال اتفاق النووي خلينا واضحين إيران حتى هذه اللحظة نتيجة تحللها من بعض التزامات وفقا لاتفاق 2015 النووي هنجد أنها استطاعت أن تراكم إمكانياتها وقدراتها النووية بشكل يفوق تقريبا 21 ضعف ما كان ينص عليه اتفاق في 2015 وبتالي إيران أصبح لديها النهاء وتستطيع أن قدراتها النووية زادت بشكل قوي جدا ما يدفع إيران الآن إلى الدخول في اتفاق مع الولايات المتحدة هو العقوبات رفع العقوبات حتى تستطيع أن تستفيد من التقارب مع الدول العربية أي اتفاق قبل أن يكون هناك مصالحة إيران مع الدول العربية كانت هناك نقاط أمريكية واضحة هي أساسا لطمأنة الدول الحليفة نتحدث عن زعزعة الاستقرار دعم الميليشيات المسلحة الصواريخ الباليستية وما إلى ذلك هل سيكون هناك قبول لهذه الشروط الجديدة أم العودة للاتفاق السابق في 2015 ودخول الصين على الخط في تهدئة الأوضاع ما بين إيران ودول حليفة للولايات المتحدة الأمريكية نتحدث عن السعودية وأيضا ربما تكون مصر في الطريق يعني لو بنتكلم عن الاتفاق السابق 2015 نستطيع القول أنه لم يعد مجديا الآن نظرا للوضع الحالي أو الوضع القوي ما الذي وصلت إليه إيران في قدراتها النووية من جهة وبالتالي لابد من تعديل بعض بنود هذا الاتفاق حتى تتماشى مع الوضع الحالي مثل ماذا البنود اللي تحتاج تعديل ما عليش هاخدها نقطة نقطة ما يعرف ببند الغروب وهو تمديد فترة بعض رفع القيود عن بعض القيود المفروضة على إيران يعني مد المدة الزمنية لأنه مفترض أن الاتفاق النووي كان انتهاء فيه عشرين خمسة وعشرين مثلا في شهر أكتوبر القادم مفترض أن يرفع الحظر أو قيد الحظر المفروض على بيع وتوريد إيران أو استراضها لبعض الأسلحة طبعا هنجد أن بعض الدول مثل بريطانيا أو بعض الدول الاتحاد الروفية بتريد استمرار هذه العقوبات يعني عدم رفع هذا القيد نظرا لأن إيران مستمرة في تطوير صواريخها الباليستية منذ أسبوعين قامت بتطوير نوعين مختلفين من الصواريخ وبالتالي هناك بعض البنود التي لابد من تعدلها هناك جهة أمر أخر مثلا أن الولايات المتحدة أنا مش عايزة أكتع عليك حبل أفكارك ولكن بالنسبة لبند تخصيب اليورانيوم إيران ارتفعت كثيرا وتجاوزت النسبة المحددة لها في تخصيب اليورانيوم وهو كثير من التقارير أيضا تحدثت وقالت بأن هذه النسبة تخول إيران بأنها تمتلك التكنولوجيا لصناعة قنبلة نووية كيف يمكن إذن تسيطر عليها واشنطن في العودة لهذا الاتفاق خلينا واضحين أيضا في هذه النقطة طبعا إيران خصابت وأعلنت هي بنفسها أنها خصابت حتى 60% ثم بعد ذلك تم الكشف عن أثار تصل إلى نحو أكثر من 80% بالنسبة لواشنطن طبعا بتريد أن تعود إيران أو أن تلتزم بالنسبة التي تزيد عن 60% طبعا ده بتجاوز ما كان بنص عليه الاتفاق في 2015 وهي 73% الأمر الآخر واشنطن هذه الأيام تضع خط أحمر مختلف عن 2015 النهاردة واشنطن أو الإدارة الأمريكية أو بايدن حتى حينما كان مرشحا للانتخابات الأمريكية كان يتحدث عن السلوك الإيراني مثلما ذكرت حضرتك منظومة السوريخ الباليستية اليوم لا تستطيع الولايات المتحدة أن تفرض هذه الشروط على إيران وبالتالي اكتفت بخط أحمر واحد وهو ألا تتجاوز إيران عتبة 60% أو 90% وألا تقوم بتصنيع كمبلة نووية مع أن الإيرانيين قالوا أنهم لن يمتلكوا السلاح النووي لكن طبعاهم بالفعل في طريقهم لامتلاك القدرات التي تؤهلهم من تصنيع كمبلة نووية إذا قررت هذا الأمر عن طريق طبعا تقليل مدة تصنيع هذه الكمبلة وبالتالي بنجد أن إدارة بايدن بتتعامل بشكل مرتبط أكثر بظروف الداخلية الأمريكية بظروف الانتخابات وطهران مرتبطة بظروف أنها تريد رفع العقوبات حتى تستفيد من التعاون سواء مع دول شرق ووسط أسيا أو مع دول المنطقة وبالتالي المنطقة الواسطة الذي يريد الطرفان أن يصلوا إليها هو اتفاق مؤقت يعطي كل منهما ما يريده في هذه اللحظة نعم أنا وقت انتهى بس يعني إذا يسمحوا لي بسؤال إضافي سؤال طيب سؤالي الآن نحن نتحدث عن موقف بريطانيا ونتحدث عن موقف واشنطن فرنسا يعني كانت هناك مصالح اقتصادية ألمانية فرنسية مع إيران حتى وكان هناك خلاف ما بين الطرفين طبعا وتحدث عن واشنطن وأمريكا فيما يخص الاتفاق النووي الإيراني ما هو الموقف المرتقب إذن من الدول الأوروبية؟ هناك شبه اتفاق ما بين الدول الأوروبية على فكرة عدم رفع الحظر المفروض على تصدير وبيع الأسلحة الإيرانية أو شراءها والذي يجب أن يرفع وفقا للاتفاق 2015 في شهر أكتوبر القادم بتصور أن هذا الحظر استمراره مع أن إيران تريد أن تستفيد من رفع هذا الحظر حتى تستطيع أن تورد أسلحة لبعض حلفائها في المنطقة حتى أنها منذ أسابيع كان هناك تصريح من جانب الإيراني بأنها سوف يتم دعم شركاء وأصدقاء إيران من الأنظمة على سبيل المثال سوريا وعن طريق تطوير الدفاعات الجوية والمنظومة الجوية بالنسبة لسوريا وبالتالي هناك تحسب من الدول الأوروبية لهذه النقطة هناك أيضا استمرار إيران في دعم روسيا عن طريق إمدادها بالمتائرات المشيرة والتي تستخدمها في أوكرانيا وبالتالي هذا سبب رئيسي يدفع الدول الأوروبية بما فيهم فرنسا وألمانيا إلى وبريطانيا إلى اتخاذ نفس الموقف فيما يتعلق باستمرار برغم أنه إيران حتى الآن لم تعترف بأنها تمد روسيا بمسيرات خاصة أشكرك على كل حال على كل هذه الإضاحات من القاهرة كنت معنا الأستاذ المساعدة في العلوم السياسية والباحثة في الشأن الإيراني هدى رؤوف شكرا جزيلا لك طلبت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية هالا غريط بوقف فوري لأعمال العنف في السودان وتقديم المساعدات للشعب وبصورة عاجلة مؤكدة للحدث اعتزم بلادها محاسبة المسؤولين عما يحدث في البلاد هناك تقدم كبير بين الجنبين وليوصول إلى حل سياسي ديبلوماسي لهذه الأزمة مع الأسف الجنبين قرروا العنف والكتال وماذا يحدث الآن في السودان نرى أنه هناك فوضى يعني الشعب السوداني يعاني من كل هذا الولايات المتحدة تشعر بقلق عندما نسمع كل هذا وكما قلت عندنا وأنشلنا مناصة مراقبة والرصد للصراع في السودان ونحن نشجل كل ما يحدث ويعني نحاول نشجل كل ما يحدث داخل السودان لنرى يعني ماذا يحدث كيف الوضع سيكون وسيجعل ولكن كما ذكرت أنه نعمل مع كل الجهات المعنية والجهات المدنية داخل السودان كذلك والاتحاد الأفريكي واتحاد الأوروبي لنمنع هذا النوع من السراع العرقي والجنسي والعنف الجنسي صحيح أنه ما يحدث داخل السودان الآن يعني بخوف والولايات المتحدة تشعر بقلق عميق في كل ما نسمع من الأرض الواقع داخل السودان نسمع أنه هناك عنف عرقي عنف جنسي يعني لازم بالنسبة للولايات المتحدة يجب أن ينتهي الكتال فورا الولايات المتحدة مستعدة تلعب دور كوسيط مع المملكة العربية السعودية كما عملنا قبل ولكن أولا الطرفين لازم يكونوا مستعدين لإحترام أعلان جدة لوقف إطلاق النار وفي نفس الوقت شفنا أنه مع الأسف خلال الهدنات السابقة هناك انتهاكات كثيرة وسمعنا مباشرة من الرئيس بايدن أنه الولايات المتحدة ستأخذ كل الإجراءات اللازمة فرضنا عقوبات على الجهتين مشاهدين استوديو الحدث مستمر وفيه بعد الفاصل نواب حاكم مصر في لبنان المركزية هزون العصى المالية وتساؤلات إن كانت مقدمة للتمديد لرياض سلامة اشتركوا في القناة 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 يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم أم جاعهم أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث أهلا بكم من جديد قال نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين للحدث أن النواب الأربعة لحاكم المصرف المركزي لا يستبعدون أن يقدموا استقالتهم جميعا في حال لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف بعد انقضاء مدة الحاكم الحالي رياض سلامة مصادر متابعة لملف حاكم مصرف لبنان قالت أن البنك المركزي أمام خيارات لتعيين الحكومة حاكما جديدا لمصرف لبنان أو استلام النائب الأول مهام الحاكمية أو تمديد الحكومة ولاية رياض سلامة وأصدر نواب حاكم المصرف المركزي بيانا طالبوا فيه بتعيين حاكم خلفا لرياض سلامة وإلا سيضطرون إلى اتخاذ الإجراء الذي يروه مناسبا للمصلحة العامة وأفادت معلومات لنداء الوطن إلى أن هناك ضغطا أمريكيا لتعيين حاكم للمصرف المركزي قبل نهاية شهر يوديو إذن ببيانهم ببيانهم هز نواب حاكم مصرف لبنان المركزي العصى المالية لمعرفة هذه التفاصيل مع الزميل توني مزرعاني في غرفة الأخبار أهلاً يا توني تفضل أهلاً بك يا تهاني إذن مشاهدين يبدو أن لبنان على اعتبة أزمة جديدة تلوح في الأفق وهذه المرة جدلية حاكمية المصرف المركزي فمع اقتراب نهاية ولاية حاكم المركزي رياض سلامة نهاية هذا الشهر نواب الحاكم الأربعة هددوا بالفراغ الشامل في حاكمية المصرف عبر استقالاتهم الجماعية إذ لم يتم تعيين حاكم أصيل قبل نهاية ولاية سلامة مصادر متابعة رأت أن تهديد نواب المركزي الأربعة لم تلقى صداً وازناً لدى الرأي العام كما أرادوا بل عكست سلباً عليهم وخاصة على رئيسي مجلس النواب والحكومة ولعل العامل الأبرز حول تهديد نواب حاكم المصرف المركزي بالاستقالة تمثل في التمايز في موقف حزب الله عن موقف حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري إذ أن بري لا يريد للطائفة الشيعية تحمل وزر الكارثة المالية لأن البديل في حال عدم ملء المنصب سيكون النائب الأول للحاكم وهو شيعي مع الإشارة إلى أن نواب حاكم المركزي هددوا بالاستقالة بعد عودة نائب حاكم مصرف لبنان الأول من واشنطن حيث أرجى عدة لقاءات أفضت إلى مطالبة الإدارة الأمريكية بتعيين حاكم أصيل خلفاً لسلامة وأشارت معلومات لصحيفة نداء الوطن إلى أن هناك ضغطاً أمريكياً لتعيين حاكم قبل نهاية الشهر لأن مصرف لبنان لا يحتمل الفراغ ولا يحتمل شخصاً شعياً على رأسه وأبلغ حزب الله المعنيين أنه ضد تعيين حاكم للمصرف المركزي في ظل الحكومة الحالية وأنه لن يحضر جلسة لمجلس الوزراء لتعيين حاكم وهو مع تسلم النائب الأول للحكم مسؤولياته بعد انتهاء ولاية سلامة أما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاطي يؤيد الاتجاه لتعيين حاكم المركزي قبل نهاية ولاية سلامة مصادر اقتصادية تساءلت عن توقيت خطوة نواب الحاكم المركزي الأربعة بالتهديد بالاستقالة الآن وهم عايشوا كل الخضات المالية التي رافقت الانهيار الاقتصادي منذ البداية ومن المعروف أن القوى المسيحية الأساسية تجمع على رفض التسليم بصلاحية حكومة تصريف الأعمال في تعيينات الفئة الأولى بما يعني رفض تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان تبقى الإشارة إلى أن مصادر متابعة لا تستبعد أن يواجه بري وميقاطي خصومهما السياسيين بورقة التمديد لرياض سلامة عودة لك تهاني شكرا جزيلا أنتوني شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك لمناقشة هذا الموضوع من بيروت ينضم إلينا النائب السابق لحاكم مصرف لبنان غسان العياش أهلا بك معنا سيد غسان بداية نواب حاكم مصرف لبنان يهزون العصى المالية كيف تقرأ التوقيت هل هناك توقيت مدروس لهذا التحرك وما هو دلالته أعتقد أن هناك خلفيات غير معروفة وأنا أتفهم شخصيا كثيرا موقف نواب حاكم مصرف لبنان بتلويحهم بالاستقالة وهم لديهم مطلب محق وهذا ليس مطلب شخصي بانتظام العمل في مصرف لبنان ودعيين حاكم جديد في أسرع وقت ممكن وقبل نهاية الشهر الحالي لأن نواب الحاكم الفريق الحاضر لا علاقة له أساسا بالأزمة المالية وبالانفجار المالي الذي حصل في لبنان فهم جاءوا إلى مراكزهم بعد انفجار الأزمة ووجدوا أنفسهم وسط العاصفة فهم لا يريدون أن يتحملوا مسؤولية الانهيارات الإضافية في ساعر صرف الليرة اللبنانية وفي النظام المصرفي نتيجة تقاعز الدولة عن القيام بواجبها بتعيين حاكم جديد تهديدهم أو تلويحهم بالاستقالة يجب أن يفهمه المعنيون بالسياسة جيدا لأن أخطر أنواع الفراغات في الحكم في السلطة في لبنان هي فراغ البنك المركزي رئيس الجمهورية حددت دستور كيفية وظيفته إذا شغر موقع رئاسة الجمهورية فيتحمل المسؤولية والأحرى تنتقل الصلاحيات وكالة إلى مجلس الوزراء مجلس النواب رئيس الجمهورية إذا استقال أو شغل المركز تنتقل إلى مجلس الوزراء ومجلس الوزراء إذا استقال تبقى الحكومة حكومة تصريف أعمال مجلس النواب يستطيع أن يجدل لنفسه أما في مصرف لبنان فالنص الوحيد على ملء الشواغر هو أن يكون هناك حاكم فإذا استقال الحاكم أو فرغ منصبه لأي سبب من الأسباب يتولى نائب الحاكم الأول فإذا لم يكن نائب الحاكم الأول موجودا أو إذا استقال نواب الحاكم كما جرت تلويح له هذا أمر خطر لأن مصرف لبنان عندها سوف يتعطل كليا ولا يعود قادرا على القيام بأي دور نعم طيب ما يحدث الآن هو سابق في لبنان أي الخيارات المطروحة تمديد لرياض سلامة تعيين حاكم وطبعا هذا الأمر قد يكون مستبعد لأنه حتى الآن هناك شغور رئاسي لن يتم ملء هذا الشغور الرئاسي خلال عشرين يوم ليتم انتخاب حاكم الأمر الآخر تعيين النائب الأول وهو من الطائفة الشيعية أي الخيارات هو مطروحة الآن وفعلا ممكن أن ينفذ الخيار الموجود حاليا بين يدينا وبين يدي الدولة هو الخيار الأسهل وهو تعيين أو بالأحرى انتقال صلاحيات الحاكم إلى نائب الحاكم الأول فيقوم بدوره بسلاسة بانتظار تعيين حاكم جديد وأنا لا أفهم الحقيقة القول بأن الحكومة لا تستطيع أن تعين حاكما جديدا طالما ليس هناك رئيس جمهورية الحكومة تقوم بوظائف رئيس جمهورية كلها والحكومة صحيح أنه ليست هناك نقص في شرعيتها لكونها حكومة تصريف أعمال ولكن لا شيء يمنع من اتخاذها بأغلبية ثلثي الوزراء قرارا بتعيين حاكم جديد وللتغطية طائفية على خلو مركز رئاسة الجمهورية يمكن أن تجري اتصالات سياسية بين أطراف السياسة اللبنانية بين الأقطاب وعندها يتم التعيين بسلاسة يعني بمعنى أنه إذا اتفقت جميع الأطراف المهمة وضمنا الأحزاب المسيحية على تعيين حاكم جديد واختاروا شخصا يتمتع بالكفاءة والشخصية ما الذي يمنع دون التعيين طب هذا إذا كانت كل الأركان المسيحية في الحكومة الحالية متواجدة يعني في مكونات مسيحية غير متواجدة في هذه الحكومة فعلى أي أساس سيتم التعيين هذه نقطة سيد غسان النقطة الأخرى النائب الأول لحاكم مصر في لبنان هل ستقبل الكتلة المسيحية بأن يعني يأخذ هذا المنصب الذي يعتبر هو أهم منصب للكتلة المسيحية في لبنان بعد رئاسة الجمهورية بالنسبة لعدم وجود الكتلة المسيحية كلها في حكومة مصرف في الحكومة يكفي يكفي أن تجتمع الحكومة بكامل أعضائها باتفاق سياسي وتقرر التعيين ولا تعترض الكتلة الوحيدة الباقية خارج المسيحية خارج الحكومة وهي القوات اللبنانية بالعكس أنا سمعت تصريحات من القوات اللبنانية تشجع على إجراء ما لمصلحة النقد اللبناني هذا إذا عندهم القدرة على أنهم يتفقوا وكتلة أسمح لي بس يعني في مداخلة على اللي ذكرت وحضرتك إذا كانت هذه الكتل الموجودة الآن في الحكومة عندها القدرة على أنها تتفق ولا تعترض عليها كتلة مسيحية خارجة من الحكومة لماذا إذا لا يتفقون على تحديد لرئيس الجمهورية أو انتخاب رئيس جمهورية يبدأون بأهم منصب للكتلة المسيحية في لبنان يعني اتفقوا اتفقوا على يعني الكتلتان اتفقتا على رئيس الجمهورية على مرشح هو الدكتور جهاد أزعور المدير الرئيسي في صندوق النقد الدولي إلا أن الاعتراض عليه جاء من أطراف أخرى على كل الأحوال أن يكون هناك شيعي يتولى حاكمية مصرف لبنان بالوكالة طيلت فترة الشهور لا أعتقد أن هذه مشكلة بتاتا وعلى كل الأحوال إذا كانت القوى المسيحية لا تريد لشيعي وهذا ما لم أسمعه لا تريد لشيعي أن يتولى وكالة مركز الحاكم عليهم أن يسهلوا انتخاب رئيس جمهورية طيب كيف سيتم التعاطي مع الضغط الأمريكي لتعين حاكم لمصرف لبنان حضرتك تتحدث كما يقول الكتابة كما يقول الدستور ولكن في لبنان لا تمشي الأمور وفق الدستور وهذا ما شاهدناه في السنوات الأخيرة ولكن بعد الضغط الأمريكي هل يمكن للخروج من هذا المأزق التمديد لرياض سلامة باستمراره كحاكم لمصرف لبنان لا أعلم إذا كانت الحكومة بإمكانها التجديد لحاكم مصرف لبنان ولكن هناك مأزق كبير في وجه هذا الاحتمال وهو الدعاوة القضائية المرفوعة في بعض الدول الأوروبية ضد الحاكم وأنا لا أعرف إذا كانت هذه الدعاوة محقة أم غير محقة ولكن هناك دعاوة فكيف يمكن للحكومة أن تتجاوز هذا الأمر القضائي الهام وتمدل للحاكم معكم الأحوال هذا شأنهم وهذا عائل لهم طيب هذا بالنسبة للتمديد لسيد رياض سلامة طيب عندي سؤال هذا بالنسبة للتمديد لسيد رياض سلامة وبالنسبة للانتخاب حاكم جديد لمصرف لبنان هو مرتبط طبعا برئاسة الجمهورية ولكن الآن المعطى المالي والمعطى القضائي في لبنان هل ممكن أن يخدم النائب الأول لتولي هذا المنصب؟ لا أجد أي مانع لا أجد أي مانع القانون يقول إذا شغلت شغل مركز الحاكم يتولى نائب الحاكم الأول الصلاحيات الحاكم كاملة فأي تدبيع وليس هناك مشاكل قضائية بحق النائب الأول الأستاذ زواسين منصوري ولا حتى نواب الحاكم شغل يعني سيد غسان لا شيء يمنع يعني أنت تقول كلام جميل جدا لا شيء يمنع وإذا كانت الأمور تمشي بعيدا عن الطائفية والتحزبات السياسية كانت انحلت أزمة لبنان يعني بتريديني أن تقل من الاقتصاد إلى الشعر لا مش هذا المقصود يعني بس حضرتك بتتكلم وفق ما يقول الدستور وهو بالتوافق الطائفي والتوافق الحزبي في لبنان ولكن إذا كانت الكتلة المسيحية لا تمانع من أن يكون حاكم مصرف لبنان من الطائفة الشعية كانت انحلت كثير من المسائل في لبنان يعني ما وقفت على مسألة حاكم لبنان حاكم المصرف هذا هو مقصدي يعني هو سوافقون مبدئيا أو بالأحرى ربما كانوا وافقوا لم أسمع اعتراض على ذلك تعيين نائب حاكم الأول لمدة شهر اثنين ثلاثة أربعة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا وينتخب رأي جديد للجمهورية نعم ليس المطلوب تنازل الطائفة المرونية عن مركز الحاكمية إلى الأبد نعم بل المطلوب هو تسيير الأعمال في المرحلة الانتقادية شكرا وأعتقد أن سبات الليرة اللبنانية نعم مصلحة المسيحيين والمسلمين جميعا في لبنان يعني شكرا جزيلا لك لكل هذه الإضاحات من بيروت النائب السابق لحاكم مصرف لبنان غسان العياش شكرا جزيلا لك مشاهدين أستوديو الحدث مستمر وفيه بعد الفاصل معركة ماسك ومارك تبدأ باكرا أن تويتر يهدد بمقاضات ميتا بسبب تطبيق ثردز تتواصل المواجهات العنيفة على الوضع كارثي هناك معاناة كبيرة كما تشاهدون كيف ستتعامل روسيا مع بدء الهجوم المضاد الجيش الروسي فوق بأنه مضطر لحرب عصابات تلتون ودفروشة تعاني دارة إنسانية كبيرة جدا هل يعني ذلك بالفعل لم تستطع موسكو حسم عمليتها العسكرية المشكلة التي قد تفجع بها هي كسر القطوط الحمراء على الطرف الآخر هذا هو خط الجبهة الأول لما إجلاء ألف وسبعمائة شخص من برات الخرصون المختلفة بشا سلاح ناوي في بيلاروسيا هو استعراض قوة عن رسالة تهديد أظن الغرب هو يريد استنزاح روسيا هذا الهجوم كان لابد أن يحضر هذا كارثي أوكرانيا كيف يمكن بأن أوكرانيا يمكن أن تفجر السد الخاص بها الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل الوقت حدث يغير شيئاً ما في حياة أناسه في قرارات قادة وفي مصائر دول لأنه لكل خبر تداعيته تابع الحدث في مكانه وزمانه أهلاً بكم من جديد هددت منصة تويتر شركة ميتا التي يملكها مارك سوغربرغ بمقاضاتها بسبب تطبيقها الجديد ثريدز وطلبته باتخاذ خطوات فورية لمنع استخدام أي أسرار تخص منصته وحذر تويتر من مغبة أي معلومات سرية يمكن أن ينقلها موظفه السابقون الذين يعملون الآن لدى ميتا ولديهم معلومات سرية بحسب تويتر في منفى المتحدث باسم تطبيق ثريدز هذه المعلومة وقال بأنه لا يوجد لدى المنصة أي موظف من فريق المهندسيين كان يعمل في تويتر إذن المنافسة محتدمة بين المليارديرين الرائدين في مجال التكنولوجيا مارك سوغربرغ وإيلون ماسكا زميلة ميس الحربي تفصل لنا هذا الموضوع تفضل يا ميس واضح أن المنافسة حادة أكيد جدا بالفعل مثل ما ذكرتي بالخبر تهاني ولكن تفصيلا لهذه المنافسة هي بدأت الأربعاء السادس من يوليو 2023 عرش العالم الافتراضي هدد والمنافسة اشتدت بين الكندي الأصل إيلون ماسك مالك تويتر والأمريكي مارك سوغربرغ مالك ميتا الذي أنشأ تطبيق ثريدز التابع لمنصة انستجرام الذي يتيح لأكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريا على انستجرام من فتح حساباتهم مباشرة على ثريدز اليوم ثريدز متاح في نحو مئة دولة حول العالم مما فيها المملكة المتحدة وليس بينها الاتحاد الأوروبي حتى اللحظة بالفعل خلال ساعات من انطلاق تطبيق زوغربرغ جمع عشرات الملايين من المتابعين واستقطب أكثر من 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة من انطلاقه ما استفز مالك منصة الملوك والرؤساء والمسؤولين إيلون ماسك وهي المنصة التي تتسم بالجدية والموثوقية في أخذ العواجل الإخبارية عنها والقصص أيضا المالك ماسك هدد ثريدز بالمقاضاة وطالبها باتخاذ خطوات فورية لمنع استخدام أي أسرار تخص منصته تويتر وهي المنصة التي كثيرا ما أعلنت دول عن بدء الحروب واتفاقات السلام عبرها ماسك يهدد برفع قضية على متى بتهمة التقليد بل ويقول أن لدى متى موظفين سابقين في تويتر ولديهم معلومات سرية وحذر منافسته مما غبت أي معلومات سرية يمكن أن ينقلها موظفوه السابقون وهي المعلومة التي نفاها على الفور المتحدث باسم تطبيق ثريدز قال بأنه لا يوجد لدى المنصة أي موظف من فريق المهندسين كان يعمل في تويتر ضلجة كبيرة بين عملاق التغريدات تويتر وأحدث منافس ثريدز الذي يشابهه بالكثير ويفتقد حتى اللحظة الهاشتاغ الذي يربط المحتوى الفكري ويساهم في زيادة عدد المتابعين لتغريدة أو خبر معين إذا انتهاني هذه التفاصيل وهناك أيضا تصريحات متتالية نتابعها في هذا الموضوع شكرا ميسا لمناقجة هذا الموضوع من عمان ينضم إلينا خبير مواقع التواصل الاجتماعي وأمن المعلومات رائد سمور أهلا بك معنا سيد رائد ما الذي يميز ثريدز عن تويتر والذي جعله يحظى بكمية من الملايين المتابعين في أول الساعات من انطلاقه حقيقة ما يميزه أول شيء قواعد البيانات قواعد بيانات انستجرام 2 مليار مستخدم ما يميزه أن المستخدم مباشرة يتمتع بقاعدة جماهرية من المتابعين بشكل سريع جدا لا يحتاج إلى وقت طويل حتى يبني قواعد المتابعين لحسابه فعمليا هاي الميزة الأولى في هذا الموضوع الثانية ميزة الاستقرار أنا أعتقد أن منصة متا مستقرة في هيئة إدارة في إعلام في قسم تقني في قسم مهندسين في قسم تطوير هذا ما يميز شركة متا عن تويتر تويتر في شخص واحد وان مان شو يعني هو من يقرر وهو من يحذف وهو من يأتي بالخصائص ويلغي الخصائص فعمليا هذا ما يميز لحد الآن هذا ما يميز ثريت طيب سيد رائد هل تعتقد بأن القيود التي وضعها إيلون ماسك على تويتر بالنسبة لعدد التغريدات التي يمكن مشاهدتها دفع رسوم لتوثيق الحساب هي التي جعلت هناك منصات مشابهة لتويتر كثريتز مثلا تنطلق في الفضاء الإلكتروني وتحظى بهذا القبول أيضا الحقيقة هي خطأ من مجموع أخطاء وقع فيها سيد إيلون ماسك بإدارته إلى منصة تويتر خلينا نسميها القشة التي قسمت ظهر التويتر إن جاز لنا التعبير في ذلك فالحقيقة نعم مجموعة القرارات التي اتخذها إيلون ماسك في هذه المسألة من شهر عشر 2022 إلى اليوم أنا أعتقد أنها كانت مسؤولة والاستخفاف بالمستخدمين الحقيقة الأصل في علاقة المنصة الاحترام ما بين المنصة والمستخدمين احترام متبادل لكن سيد إيلون ماسك الحقيقة قال أن الحسابات الموثقة شطبناها ردينا رجعناها ردينا أعطينا جزء ردينا سحبنا جزء بعدين في خصائص معينة على المنصة تم إلغاءها ثم تم استحداث خصائص جديدة والخصائص كلها بالتقييد بتقييد المستخدم فالمستخدم صار يشعر أنه نوعا ما لعبة بيد سيد إيلون ماسك وما أن جاء ثريدز حتى بدأت الهجرة بالملايين إلى منصة ثريدز لأنه أنا أعتقد أنه فيه نوع من الاستقرار وفيه نوع من الاستقرام للمستخدم طيب هذه نقطة طيب هذه نقطة من مجموعة نقاط الآن مثلا إن تحدثنا عن السوريين لا يمكنهم التسجيل في منصة تويتر من داخل سوريا ولكن ربما أصبح بإمكانهم التعبير عن آرائهم في ثريدز من داخل سوريا هذه نقطة كيف يمكن أن تلعب في صف ثريدز هذه نقطة النقطة الثانية بالنسبة للمسؤولين يعني نحن اعتدنا على رؤساء دول وزراء خارجية يعلنون الحرب يعلنون السلام يعلنون أي اتفاقيات عن طريق تويتر أصبح منصة سياسية أكثر من أنه منصة لمجرد بأنها منصة إلكترونية للتسلية أو للترفيه هل سينتقل ذلك بعد قيود إيلون ماسك على تويتر إلى ثريدز؟ أكيد أولاً واحداً الهالة التي كانت يتمتع فيها تويتر وهي نوع من الهيبة التي كان يتمتع فيها تويتر من خلال القرار السياسي الذي كان يخرج من منصة تويتر ويؤثر في كل منصة السياسة العالمية الآن أنا أعتقد أنه بدأ يفقدها وبدأ يفقد هالة القداسة وهالة الاحترام والتقدير من قبل السياسيين الآن أنا أعتقد أنه سوف تنتقل هذه المسألة إلى ثريدز وسوف يكون ثريدز هو اللاعب الوحيد في هذه اللعبة وفي هذا المجال تحديداً أما موضوع السوري الحقيقة نعم أنه مفتوح هذا التطبيق في كل أنحاء العالم وما زال مقيد في أوروبا التقييد في أوروبا له أسباب تقنية وله أسباب خاصة بموضوع الخصوصية وموضوع احترام خصوصية المواطن الأوروبي داخل أوروبا لحين يعني فيه هناك إجراءات خاصة لكن الانفتاح على مستوى العالم هذا نوع من أنواع الاستراتيجيات بالنسبة لشركة متا أنه لا يوجد تقييد على أي بلد في العالم فضلي أنتهى وقتي يعني كان عندي سؤال بس الوقت ما أسعفنا شكراً جزيلاً لك من عمان خبيرة التواصل مواقع التواصل الاجتماعي وأمن المعلومات رائد سمور شكراً جزيلاً وكيد للحديث بقية في هذا الملف شكراً لكم مشاهدين في أمان الله لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات